رحمة الاختلاف في الدين ورحمة الاختلاف في فقه الدين لو عشنا بالتعددية الدينية والتعددية الفقهية في فقه الدين بسلام كل الناس هتغيش في رحمة بالعكس هيرتقوا من مرحلة الاحتياج للغير إلى الاستقلال بالنفس وهيبقى فيه ثراء فقهي وثراء علمي وسيادة إنسانية السيادة الإنسانية ده أمر ربنا جعله كوني ولقد كرمنا بني آدم لكن فيه تحديات أمام هذا الأمر الكوني وبكل أسف إن أميز ميزة وأفضل صفة نفخر بيها لمن دخل هذا الإسلام الخاتم تم إهالة التراب عليها بالكهنوت أو بسلطة الفتوى أو احتكار الفتوى أو السيادة على الآخرين أميز ميزة للإسلام أو أولى الميزات في الإسلام الخاتم وأساس وصفه بأنه دين الكمال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا وأساس هيمنته هيمنته دي مصرية على فكرة يعني في يوم الأيام لن يكون على وجه الأرض سوى هذا الإسلام الذي يسيده كل إنسان مش يسيد أصحاب الخطاب الديني فيه أو يسيد الرجال فيه على الآخرين إلى آخره لا سيادة كل إنسان ستكون هي الصفة السائدة على مستوى الأرض وده الهيمنة اللي ممكن نفقه معناها في قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه مهيمن يعني إيه؟ مهيمن لو قلنا بالتسلط هيبقى فيه نجاح بالدم وما فيش نجاح بالدم وما فيش دين لله عز وجل يأتي بالدم ولكن لو فقهنا إن ومهيمناً عليه يعني مستوعباً لغيره معترفاً بحق كل إنسان في اختيار دينه الذي يرتضيه لنفسه واختيار فقه دينه الذي يرتضيه لنفسه هيبقى فيه انتشار وتواجد لهذا الفكر اللي بيحقق سيادة الإنسان معه أسلمت الإنسان وجهه لله عز وجل فيما بيّنه الله عز وجل بالمعنى الكوني اللي هنبيّنه كمان ونأكده إذن ميزة الإسلام الأولى اللي احنا نفتخر بيها ونعتز بيها وأساس كمال هذا الدين الخاتم وهيمنة هذا الدين اللي هتكون حقيقة واقعة على مساء الأرض لكن فيه تحديات ليقاف مسيرتها إيه بقى هي الصفة دي؟ إيه هي الميزة دي؟ إنه بيقر بالتعددية الدينية والتعددية الفقهية بعدد البشر الراشدين أنا ما قلتش بعدد المدل السماوية ولا قلت بعدد الأديان الأرضية ولا قلت بعدد مجموع المدل السماوية والأديان الأرضية أنا قلت بعدد البشر الراشدين عدد البشر الراشدين لو قلنا ان عندنا قرابة تمانية مليار نسمة او سبعة ونص مليار نسمة على مستوى الارض ولو قلنا على مستوى بلدنا العظيمة مصر عندنا مية وعشرة مليون هيكون عدد الراشدين اللي هم بلغوا سن الرشد اللي هو البلوغ والعقل خلاص صار راشدا في سن العشرين وواحد وعشرين وباستقرار المجتمع سن الواحد وعشرين اصبح انسان رشيد طالما لا توجد آفة تمنع ممارسته للتصرفات اللي محتاجة فكر وعقل واختيار اذا هيبقى عندنا على الاقل سبعين مليون السبعين مليون دول كل واحد منهم بدينة بفق دينة هو محتاج لغيره عشان يعلمه اه بس مش محتاج لغيره عشان يبقى له له كل انسان فيه محتاج لغيره عشان يتعلم منه ايوة بس يتعلم منه ومن غيره مش يتعلم منه بس لان التعلم روافده متعددة اتعلم ثم افقه يعني تدبر سيادتك لما هيتدبر هتلاقي نفسك تفوقت على استاذك زي ما هنتكلم النهاردة فيه مخلفة بعض تلميذ ام احمد عن الام احمد فيه رحمة الاختلاف وده شيء طبيعي بل مخلفة التلميذ مع زميله ومخلفة الاستاذ مع زميله ايوة لان هي تنافسية في الفهم فاصبح لكل انسان اختياره الديني ولكل انسان اختياره الفقهي الفقه عن الفهمي هو فيه حده يفهم اكتر من مقاس عقله واكتر من قناعته هو فيه حده يختار الدينين اللي هيتعبد بيه ربنا ويصدق بيه جوه قلبه من غير ما يكون له إرادة في التصديق ما فيش دين من غير تصديق ذاتي الميزة الجميلة دي ميزة الإسلام الجميلة دي اللي هي بسببها كان وصف الإسلام بأنه دين الكمال وأنه مهيمن على الأخرى على الأديان والملل والكتب الأخرى أنه هيبقى فيه قبول واستيعاب الآخر بنسيب الآخر برحته اختار الملل برحتك اقتنع بالكتاب اللي انت شايفه فيه رضا الله عز وجل وافقه النص بالمعنى الذي ترى فيه رضا الله عز وجل ما فيش إكراه طالما ما فيش إكراه لا في اختيار الدين ولا كمان في اختيار فقه الدين فيه ايه كمال اختار من كده فيه ايه عزم اكتر من كده فيه ايه هيمنة اكتر من كده ده هيمنة بحكم الواقع مش هيمنة بالسلاح ولا بالدراع ده هيمنة بحكم الواقع بنقول للآخر يعني كن كما أنت انت ايه شايف نفسك ايه انت فقه ده توقع الله متدين بيه توقع الله انت قلبك سليم خلاص مش منطم ان قلبك سليم خلاص شوف يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من قطى الله ايه بقلب سليم قلبك سليم اتطمن ايه اللي لك وانا قلبي سليم ايه اللي انا عليها ليه ما انا قلبي سليم مع نفسي تقول لي اصلا انت خليفتني او انا اقولك انت خليفتني يا سيدي اقول لي اللي عندك وانت كمان تقول لي انا اقولك اللي عندي وفي الحالة ديات كل واحد سمع الآخر وكل واحد بيعبد ربنا باختياره وبقراره ادي ميزة الاسلام الخاتم اللي بكل اسف يعني تم اخفائها وتم سترها بما ترون من خطاب ديني مغلوط الامر التاني اللي حب اقوله في رحمة الاختلاف اللي احنا بنبتدي بيها حلقتنا ان صفة الاسلام لله تتحقق كونيا او فطريا كما هتتحقق اراديا مش ربنا بيقول لنا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبحهم اذا كل شيء ومن هذا الشيء غير المؤمن برضو طبعه او شكله كده بيسبح بحمد الله هاتلي واحد غير مؤمن في نظرك وانت شايفه ان هو غير مؤمن في نظرك بالله عليك وضعه الكوني كونه انسان بيكلم كونه انسان بيضحك كونه انسان له سمع وبصر وله حواس له ارادة وبتحرك كل ده ما بيدلش على انه عنده اسلام لله عز وجل لانه خاضع لهذا الكون هيخل روح كون تاني فين هيشوف بعين اكتر معينه ازاي اذا محدوديته بالعين اللي اتخلقت محدوديته بازنه اللي اتخلقت فيه محدوديته بلسانه اللي ربنا خلقه فيه اذا كل انسان محدوديته دي اسلام لله هذه المحدودية للانسان اسلام لله بحكم الكون وبتسبح بالله وبتنطق بذاتها وبتقول محدش خلقني غير الخالق جل وعلا اليس هذا هو الاسلام الكوني